طوابير طويلة بحثاً عن الخبز عنوان مثير تحدثت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن تداعيات أزمة اقتصادية تبدو خطيرة داخل تركيا حيث تدول ناشطون صوراً لطوابير من الخبز ظهرت في الأحياء حيث يتجه عدد متزايد من الناس إلى شراء الخبز المدعومي من الدولة وضحت الصحيفة أن كثيراً من المواطنين الأتراك لم يرغبوا في التعبير عن سيائها من ترد الأوضاع الاقتصادية خوفاً من عواقب انتقادهم لحكومة أردوغان التي كثيراً ما تسجن منتقديها التدهور في سعر صرف العملة والتضخم الاقتصادي تفعل كثير من المخابز لإيقاف عملها نتيجة ارتفاع تكاليف الطحين والمواد اللازمة لإنتاج الخبز ولم يتوقف الأمر على المخابز بل توقف عدد من محطات الوقود عن العمل وفي عنوانها تساءلت صحيفة نيويورك تايمز كيف تدهور الاقتصاد التركي إلى هذا الحد عازية هذا التدهور في الاقتصاد إلى سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية في الفترة الأخيرة وأشار التقرير إلى أن التضخم الذي شهده الاقتصاد التركي وانخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار أدى إلى تراجع شعبية الرئيس التركي وارتفاع شعبية المعارضة السياسية داخل تركيا ورغم زيادة الحادة في التضخم في تركيا خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس الأمر الذي سيزيد معاناة كثيرين من الأتراك من جديد يأتي هذا التخفيض في سعر الفائدة غدت تعرض الليرة التركية لهبوط بنسبة 3% مقابل الدولار حيث وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 15 ليرة تركية